موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن الحراك الشعبي بعد مرور عامين من اندلاعه في 22 بصفة رسمية في 22 فيفري 2019 وقد سبق ذلك تحركات عديدة بلا أدل شك أن كل الجزائريين يسألون ماذا تحقق من الحراك الشعبي؟ هذا يقول انتهت العهدى الخامسة وذاك يقول حدث تغيير رئيس جمهورية جديد إعلان عن جمهورية أو جزائر جديدة آخر سيقول فتحت ملفات المفسدين ورأينا أحمد أو يحيا يقاد إلى السجن رأينا عمار غول علي حداد عبد الملك سلال وغيرهم وهناك من يقول أيضا رأينا الجنرال توفيق سعيد بوتفليقة الجنرال ترطاق وهم يقادون إلى سجن البليد العسكري وهناك أيضا من يقول أن الحراك الشعبي طالب بإسقاط عهدة خامسة وبإحداث تغيير ألم يكن هذا التغيير قد حدث بالفعل؟ بلا أدنى شك هناك من يقول بأن الحراك لم تعد لديه مشروعية الوجود لأنه سيتحول إلى أداة فتنة فقط ضد الجزائر وضد أمنها واستقرارها وضد الجزائريين لكن هناك من سيقول أيضا الجزائريون طالبوا بدولة مدنية وليست عسكرية نعم وهناك من يقول أن أو سيرد آخر بأن هذا بالفعل قد تحقق العسكر لم تعد لديهم علاقة بالسلطة الرئيس مدني الأحزاب مدنية الوزراء مدنيين لم نعد نرى جنرالات المؤسسة العسكرية في الوزارات هناك من سيقول خرجات شنغريحة طبيعية جدا فقد كان القايد صالح نفس الشيء يقوم بهذا العمل ولكن هناك من سيرد على هذا ويقول القايد صالح كان نائب وزير الدفاع الوطني لديه قبعة مدنية إلى جانب أنه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الأحديث ستطول وستتشعب وتتمدد والاحتمالات تصل مداها لكن السؤال المهم ما الذي تغير في واقع الجزائرين هل زالت الأزمة الاقتصادية؟ هل زالت الأزمة الاجتماعية؟ هل تحققت كل المطالب في دولة حقيقية دولة مؤسسات؟ هل تغير البررمان؟ الكثير من الأسئلة لكن هناك من سيرد على هذا ويقول كيف سيحدث ذلك؟ وهناك جائحة عالمية تسمى كورونا زعزعت اقتصاديات الدول فكيف بجزائر دولة اقتصادها ريعي مبني على النفط؟ طبيعي جدا أنه لا يمكن أن يحدث هذا التغيير لكن هناك من سيرد على ذلك ويقول ما الذي يمنع السلطة أن تحدث هذه التغييرات؟ وهي التي قامت باستفتاء شعبي على الدستور لكن يأتي من سيرد على هذا ويقول عن أي استفتاء تتحدث يا هذا؟ الاستفتاء الذي ذهب إليه أقلية الأقليات حتى الرقم الذي قدمته السلطة هو 23% نسبة المشاركة من هيئة ناخبة تتكون من أكثر من 24 مليون معناها أنه في 23% هناك حسب الإحصائيات الرسمية مليون ونص قالوا لا لهذه الانتخابات وهناك أيضا من قالوا نعم في حدود 3 مليون معناها 3 مليون من هيئة ناخبة فيها أكثر من 24 مليون عن أي دستور تتحدث؟ يقول هناك واحد يرد أيضا من الطرف الآخر يقول طبيعي جدا طبيعي جدا أنه عندما لا يذهب الناس إلى صناديق الاقتراع نعم القانون سيأخذ مجراه لأنه هنا أنه الاستفتاء الدستوري شرعي من الناحية القانونية أنا أقول لك لا يكفي الناحية القانونية يا أخي العزيز الناحية القانونية يجب أن تكون هناك أيضا مشروعية أخلاقية مشروعية سياسية هل من المعقول الجمهورية الجزائرية الجديدة التي جاءت بعد الحراك الشعبي لا يذهب شعبها إلى صناديق الاقتراع ويقول أيضا هناك تخويف هناك حملات ممنهجة ضد الذين يذهبون إلى صناديق الاقتراع كل ذلك وارد لكن أحدهم سيأتي ويقول أنتم تتحاملون على هذه المرحلة الرئيس واجه تحديا عالميا يتمثل في وباء قرونة واجه أزمات كبيرة واجه عصابة متمكنة العصابة هناك جزء منهم في السجون وهناك من خارج السجون يأتي واحد ويقول له عن أي عصابة تتحدث يا هذا أحمد أويحيا كشف ملفات خطيرة والآن أصبحت حياته مهددة بل أن محام أحمد أويحيا الذي تحدث أقصد أحمد أويحيا الذي تحدث عن رشا سبائك ذهبية بيعت في أسواق السودة وتحدث عن الكثير من المسؤولين بل أنه تم إخفاء أسماء المسؤولين الذين تحدث عنهم أحمد أويحيا ولم يمتم تسريبهم إعلاميا وبينهم من لا يزالون يصنعون القرار أيضا يقول له لا هذا يدخل في إطار الأمن القومي الدولة الجزائرية والقضاء الجزائري يقوم بواجباته في التحقيقات السرية التي لا يمكن أن تقال ولكن أخي العزيز أنت الذي تتباهى بأن ما يحدث الآن هو الحقيق والنجاح للحراك الشعبي ألم تشاهد أهد الأحكام التي صدرت بحق توفيق وبحق سعيد بوتفليقة وخروجهم خروج عمارة بن يونس الذي سب الجزائريين وشتم الجزائريين يرد هذا يا أخي أنتم تريدون القضاء القضاء قد يبرع القضاء متهما عندما لا تكتفي الأدلة فهذه عدالة تعتبر إلى حد ما عدالة انتقالية يرد الآخر ويقول يا عزيزي كيف تسميها عدالة انتقالية وهي عدالة انتقامية أكثر الناس ما زالوا خارج السجون الرئيس تبون في حملته الانتخابية من قبل قال هناك جزء من العصابة في السجون هل استرجع تبون الأموال التي وعد بأن يسترجعوا بل أنه أراد استرجع الأموال من جنوب الشعب الجزائري كان يحلم بأن تسترجع أمواله التي نهبت وذهبت إلى الخارج من صار لا يستطيع أن يسترجع ماله من مركز البريد يرد الآخر ممن يعشقون السلطة وممن يبررون للسلطة كل شيء يقول الظروف استثنائية هناك وباء عالمي يرد الآخر وخاصة من أولئك الذين يعيشون في الخارج أيها الأخ الكريم كيف أن هذا الوباء العالمي هناك دول أوروبية تعطم الرقم واحد في هذا الوباء العالمي ولكن لم تتعطى المصالحها لم تكن هناك أزمات في بريدها ولا بنوكها ولا أي شيء على العموم الحراك الشعب كل هذه تساؤلات وكل هذا جدل يجري على شبكات التواصل الاجتماعي بين الجزائريين هناك من يحلم بالتغيير وهناك الذي هو ناقم على هذا الوضع وهناك الذي لديه حسابات مع هذه السلطة ويريد تحقيق أشياء أخرى ولن يرضى ولن يقبل مهما تحقق له ما يريد ولكن الحقيقة التي يجب أن تقال أن الوضع على ما هو عليه البرلمان برلمان بوتفليقة مجلس الأمة مجلس بوتفليقة لم يحدث أي تغيير حتى الوزراء بينهم من كانوا في حكومات بوتفليقة أين هو التغيير؟ رئيس الجمهورية كان وزير أول عن بوتفليقة وعدة وزرات طبقا لدها في عهد بوتفليقة بل أن بوتفليقة هو الذي أعاد تبون إلى المشهد بعدما راح للجنوب ويشتغل في التجارة ويشتغل في الفداحة واعتزل المشهد السياسي كل هذه الأسئلة مشروعة لكن على أرض الواقع أخي حبة الكرام هل تحقق ما أراده الجزائريون؟ الجزائريون أرادوا مكافحة شاملة للفساد الآن تقريبا توقفت وسنشهد خروج بعض المسجين بل أنه لدينا معلومات تقول أنه حدث ابتزاز من قبل أويحي وسلال لهذه السلطات بكشف الكثير من الملفات ربما في المستقبل سنشهد غلقا للملف وربما حتى إخراجوا تحديا إلى السلطة بأي طريقة كانت عفو أو أي شيء هذا القبيل هناك سيناريوهات تحاد لكن في المقابل ما الذي لاحظنا؟ الذين طالبوا بالتغيير يقبعون في السجون والذين كانوا مفسدين يعيشون في سجون على شكل خمسة نجوم فنادق خمسة نجوم بمعنى الكلمة حل العموم إخواني الكرام يجب أن يطرح هذا السؤال في هذه الفطرة ما الذي تحقق للحراك الشعبي من مطالب؟ عندما نجيب على هذا السؤال بواقعية وتجيب عليه السلطة هنا مكمن الحقيقة نحن نتحدث أكيد سيأتي من سيصرخ فينا ويقول الحراك الشعبي أصبح في ديباجة الدستور أصبح يوما وطنيا في الجزائر كم من يوم وطني في الجزائر وللجزائريين لا تعد ولا تحصل أيام لكن هل تطورت البلاد؟ هل تطور العباد؟ هل أعاد الحقوق للناس؟ هل رفع الظلم؟ وما وما إلى ذلك من هذه المطالب؟ مشكلتنا ليست في أيام نقدسها ولا أيام أخرى ندنسها ولا نتصارع فيما بيننا من أجل لا شيء مشكلتنا هي دولة المؤسسات دولة تحكمها وتتنافس فيها مشاريع حقيقية من أجل الصالح العام وليس من أجل الطالح المعمم من الدائرة إلى الوزارة من غفير البلدية إلى وزير ومسؤول إنساني في رئاسة الجمهورية إخواني الكرام دائما نكثر الحديث ونتحدث الحراك الشعبي وقعت فيه أخطاء كثيرة ولا ترون أن الآن هناك الوجوه التي تتواجد في الحراك الشعبي والتي بينها التي نصبت نفسها واجهة لهذا الحراك ألم تعد تنشر غسيلها فيما بينها؟ وصل الحد أن سجين من الحراك كان مع سجين آخر من الحراك وخرجوا خارج السجون وصاروا ينشرون غسيل بعضهم بعضا هذا طبيعي أؤكد لكم بأنه طبيعي وهذه دائما تحدث في الثورات الشعبية ولكن المتعارف عليه أن ذلك يحدث بعدما تنتصر الثورات ولكن عندما تحدث في عمق الثورات فهذه الحالة دائما الأمور تسير إلى الهاوية الثورة لا يمكن أن تنتصر بحديث فقط وانتقادات فقط يجب أن تكون هناك مشاريع حقيقية مشاريع بناءة مشاريع واضحة وبينة يقودها رجال لا تهمهم المناصب ولا تهمهم المصالح الشخصية ولكن أيضا الدولة تحتاج إلى نفس الأشخاص من نفس التراز الحراك الشعبي عمر ما كان عدو للدولة الجزائرية والدولة الجزائرية إن عادت الحراك فهي تعادي شريحة واسعة من الجزائريين حقيقة بينهم من لديه أجندته الخاصة وبينهم من لديه أجندته الخارجية وبينه وبينه وبينهم ولكن عندما تلتق الأمة على قيم معينة ومشاريع واضحة حينها لن يكون هناك أي مجال للمتربسين والمتاجرين والمنتفعين والفاسدين والتائبين من العصابات الذين يستغلون كل الفرص ليحافظوا على ريعهم ومن أجل أن يحافظوا على ما نهبوه من المال العام هذه هي الإشكالية هذه هي التساؤلات التي تطرح على ألسنة الجزائريين يجب أن تكون الأجوب عليها عميقة سنعود بلا أدنى شك إلى الحديث عن الحراك الشعبي في الشهر القادم عندما تمر ثلاث سنوات كاملة سنقوم بتشريح الجرح والغور في أعماقه لمعرفة مكمن الداء وأيضا إلى أين ضاع الدواء فالجزائر محتاج إلى التغيير والتغيير لا يأتي بالتدمير ولا يأتي بالتعيير ولا يأتي بالتمنشير أيضا إخواني الكرام هذا ما لدي أن أقول ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله